اشتركوا في القناة التغيير اللي يمكن طرق هو اللي طرحه الوزير واموهاب انه بالنسبة للمقعد الدرزي وبالنسبة لرئيس الحكومة هذا موقف بعده عم بجر من وقت الحادثة يعني هذا اللي عم بجر يعني هذا طلع زي بدنا نقول ايه بس بعد ما اخد مثلا مديه بالرأي العام او بالاعلام لحتى نشوفه لوان بيودي يعني طبعا يعني هلأ صار المحج والمواقف مناخدها من الجهلية لا بس انه هذا اللي طرق جديد بالاضافة الى انه الحركة اللي عم بيقوم فيها الوزير جبران بسيل اوكي بخصوص بعدها مستمرة من خلال معطياتكم ببعتقد بعدها مستمرة ايه طائعا لان الحركة اللي عم بيقوم فيها هلأ دايما بعالم المفاوضات بتطرح حال هلأ بيكون بجيبتك حلول تاني ما بتطرحها الا ما هلأ هني كانوا الافكار كتير كما قال التكتل وحتى الوزير جبران بسيل في كتير افكار ولكن رسينا على ثلاثة مبارح انه فيه اتناين ساقطوا وبعد فيه وحدة هلأ بنحكي عنها فكرة بعد فيه قبل ما فوت بالتفاصيل الكلام اللي عم بسير من العراق فيه تظاهرات اليوم وانه ايران عم تحاول تفرض وزير داخلية معين ومختلفين لحد هلأ فيه تشابه بطريقة ما اه طبعا لان الاول شيء بلشوا العراقية يشعروا انه فيه استعمار ايراني لبلده صرف النظر عن الهوية المذهبية انتبه نعم بلشوا يشعروا انه فيه استعمار يعني راح الاستعمار الاميركي استبدلني باستعمار اقصى واخشن واقصى يعني لبلدهم ايران ممسكة اكتر بالعراق بمهوي بلبنان يعني ايه طريبا نفس الشيء لان اليوم وقف التشكيل الحكومة على وزير داخلية وزير داخلية ليش اني بدون وزير داخلية لان بعد ما انفرضت العقوبات عليهم من امريكا نعم بدون يعتبروا انه هذا وزير الداخلية اللي هو برو ايران بيقدر الاقتصاد الايراني يتنفس عبره من العراق يعني امركيان اخدوا بالاول هلأ بياخدوا الايراني ايه هلأ بياخدوا لذلك هون الخطورة بس انما الشعب العراقي الحقيقي هلأ فيه تظاهرات ورافضين لا مبارح من يوميا يصار ببغداد نا طبع بالبصرة والبصرة البغداد مشكلة سنة وشيعة صح انما البصرة كلها شيعة 100% يعني المظاهرات اللي قامت والطالب بانسحاب ايران من منع الهيمن الايرانية على العراق ومبارح ببغداد كله يتهدى بتدلك انه هذا البلد يلي هو اسمه العراق هيدا بلد بيحكي عربي تاريخه عربي وما ممكن ينفصل عن العالم العربي هلأ اذا اجت بشكل موقت يمكن وبغفلي من التاريخ وبقسم ما بعرف شو فقد بعد عن الهوية العربية لا هلأ بده يرجع على الهوية العربية الاساسية يلي هو جزء اساسي مننا وهو اكثر عروبة من كل الدول العربية ليه لان هو بيظهره قوميتان غازيتان التركية والايرانية والفارسية يعني كان كل عمره العراق بوجه اذا بدك الغزو التركي والغزو الايراني كقوميات اذا بدك معادل القومية العربية لذلك اليوم هذا هويته التاريخية هلأ بغفلة من التاريخ اخذ لمحل تاني اليوم بتلاقي فيه نهضة او بالاحرى ردة فعل بدت ترجعه لوضعه العربي نحن ما رحنا على محل تاني بغفلة كان كله واعي وصاحي وعرف مين نحن باللبنان ايه ما رح غفلي ابدا هون ما حدا بيقدر يخذ لبنان على غفلة يكون فيق مضبوط يعني كل شيء مبين وواضح مش غفلة لا لا نحن بتعرف يعني وضعنا غير وضع طي قبل ما فوض بموضوع سياسي هل فعلا تمت لملة متى الموضوع الي صار بالجهلية يعني ولا ليك تم طي صفحة ما او بعد في صفحات لا لا لكن اغلب اللبنانيين كان بيهمهم انه السلم الاهلي وانه الدولة تفرض هيبتها والقضاء يفرض هيبتها صار هيك طبعا هلأ يمكن صار بي مع شوية شوية الزيت هفاويد هفاويد كان فيه انا برأيك ادولي كان فيها ما بدي فوت بالتفاصيل نعم عكل حال بهمنا نحنا السلم الاهلي والاستقلار هلأ عبتحكي كعميد هون كعميد كعميد عبتحكي امن ايه كعميد وقاخضاء اذا بدك ايه يعني كانت نعمل بشكل انه ما غير هاي بس هلأ استثب بالامن والسلم الاهلي هذا اهم شيء والقضاء ياخد مجرى من هلأ بالرأيه هذا الكلام اليوم بصحيفة المستقبل انه معنيين بالتحقيق الجاري بقضية مقتل محمد ابو دياب يؤكدون ان التشويش الاعلامي والسياسي والتضليل حتى لا يؤثر على مسار التحقيقات التي ستستكمل حتى التوصل الى كشف الحقيقة والجهة المسؤولة عن مقتله لكن بدون ما ندخل بالتفاصيل الوقت اللي المحققين عم بيزا بدك عم بيصطدموا برفض او بطغطية او بغموض من قبل المناطق اللي لازم يحقوا فيها سواء ان كان بالرسول الاعظم او بالجهلية عم بيصطدموا برفض كلي للتعاون هيدا بيدلك انه القصص في شي غلط في شي غلط اكيد والطبيب والمختار وما بعرف شو كله اوكي اللواء عماد عثمان المدير عاملة قوة عملة الداخلة مبارح قال بكلمته نحن اصحاب الحق وعننا حق باستعمال السلاح لكن ما استعملوه بيطلق النار قوة الامن الداخلي شعبة المعلومات القوة اللي طلعت لم تطلق النار المختار بقفاته قال لم اوشاهد اطلاق نار يعني استاذ سلمان شو مع احترامي لللواء عثمان قالوا انه قال كل العالم بالجيش وبالدرك وبامن الدولة العالم اللي كانوا فوق ما شايفو عدا عن هيك اذا بينطلق ارصاصها كل العالم تعرف يعني اذا انا واحد من عشرين عسكري طلقت ارصاصها ما بتضل سرية كل هيطة كل الناس بتعرف مش كل العسكر بيعرف وكل المدنية اخر شي بدون يعرفو يعني بمجرد ما سألوا حققوا مع العسكرين وخلطوا ما في اطلقنا ايه هلأ اللي عم بيقولوا اللواء عثمان ايه ما اوحق انه نحن ما اطلقنا رصاص ما اوحق يعني لو انطلقت رصاصها كان كل العالم بتعرف كل الاعلام والصحافة بيعرفوا انه يكسمن العسكريين هو اللي اطلق رصاصها متل ما قال الوزير الجراح كانوا يقاموها بحاجة لدم كما قال الوزير الجراح لتحقيق هدف سياسي يلي هو يوصل له اليوم فبعرف اول شي اذا بحاجة ولا وان وصل يعني انه شو ما ما يعني بيني بينك هدل يعني للأسف الدم هو بيخلي هلأ المؤسف انه تركيب مواقع بالاخر انه المؤسف انه راح موشت الجاهلية هيك صارت وهك نتيجة بالاساس ما بدي فوت بالتفاصيل هلأ فيه تحقيق ما بدنا ايه ولكن يعني العالم عم تسأل تحقيق القضاء عميد العالم عم تسأل كيف صار وكيف صار هيك لكن العالم بتعرف بتعرف انه اي عسكري بيطلق رصاصة بلبنان كل الجرايد بتعرف انه فلين اللي اطلق رصاصة اكيد بيعرفوا من رفقاته بيعرفوا من رؤسيه من المرؤوسين بالهين بالامنة القوي بيكون معه كاميرات بيكون فيه تسجيل اللي عم بصير او لا لا ما بياخدوا معهم شي لا كاميرا لش بدوني لا لانه الكاميرات عند منزل وهاب ما صور ما في معطلين قال ما بدك شي واقع يبين شو صار غير الحكة هلأ قال انه الكاميرات فاضية فاضية هلا في وسائل اعلام سلموهن انه محتوى فاضي هلا في وسائل اعلام بتقول لا انه حدا فضاها او شي يعني عندك هيدا بيقول شي وهيدا بيقول شي يعني ضاعت ملطشيت هيك بدنا نقول من هالناحية لاك بيضل الرأي العام هو اللي بيحكم يمكن قضائيا ما يقدر يوصل للنتيجة بس الرأي العام هو الحكم الاساسي بهك احداث اذا ما بين الحكم الموضوع عميد يعني الشكاوى اللي تقدم فيها ثلاث بحق قوى الامن وبالاتهام بالقاتل بكرة بتمشي يعني بصير بصير الموضوع بمكان اخر بده كمان يسبتها رجل الامن في رصاصات ام سيكستين مفضل لك فيك تجيب عن طريق مهمة الفين رصاصة ام سيكستين شو دخل هين بس انه بيعني التعمية على الحادسة كيف صارت هون الاداني يمكن الاساسية يلي الرأي العام بيدين على اساسها انه بدك تغطي شي ومعت ها هون الاداني الاساسية مبدأ ايان تم لملة متل الموضوع بالسياسة كان في وفد من طيار الوطن الحر جال على المستقبل على الوزير جنبلاط وكان زار للتعزي بالجاهلية برئاسة الوزير طارق الخطيب متاب على المساعي وايضا كان في مساعي مع حزب الله في هذا الاطار وكاريكاتور اللواء اليوم جنبلاط العلاقة مع حزب الله الطبيعية عم بقول الزعيم الاشتراكي الحالة هي هي ساعة طبيعية ساعة استثنائية ولكن بالاخر كان الحكم حزب الله يلي حليف وهاب وكان ايضا على المساعي الداخلية للملمة الوضع ايه حزب الله صديق للجهتان صديق لواليد باك وصديق للوزير السابق اوام وهاب انه ادري يحط حد لها القصة ويلملم ويعمل مصالحة ولوما كانت مباشرة بس على القليل انه تيلملم الوضع ولكن اليوم هذا خلق معادلة جديدة لنرجع للموضوع الداخلي الحكومة في معادلة جديدة اليوم على صعيد الحكومة بعد مزارة بالجهلية غير الكلام الي قال وهاب حول موضوع توزير الوزير طلع الارسلان لانه كما جاء اليوم بالنهار الوزير ارسلان رده كان سريع على مقاله ويام وهاب انه اوساطه تقول الاتفاق ياللي تم التوصل له مع رئيس الجمهورية لما تم تعطئه اسماء هو الي بعده ماشي حول مقعد الدرزة الثالث ايه لان المير طلال تعرف ابن بيت ارسلان ايضا ايه كمان بيعز الي انه مثلا حدا تاني يقول احنا متمسكين بالمير طلال خلافا لا ما بعرف شو او 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 ايه مشان هيك كان رده لانه رجعنا للحلف يعني مبدئيا صار فيه مصالحة ايضا بعن لا انه مير طلال يعني انه ايه انه اتفقوا على الوزير التالت وكان هو موافق انه هلأ يرجع يعمل ازم من جديد لان حدا تاني طرح ليقزم الوضع لا المير طلال مانو هيك لان وضعوا للمير طلال عند اخويننا الدروز يعني معروف يعني ما بيروح ابعد من اللي راح له بالاساس مع رئيس الجمهورية ايه مع رئيس الجمهورية وحتى مع رئيس الحكومة يعني ما بيروح ابعد عندكن علمك قوات لبنانية انه بنعمل الحكومة 32 هاي الفكرة ال البقية الثالث البقية ازا بدنا نقول بارح قال النقاب علي بزي يعني مبدئيا هي لا يمكن هلأ فيه انه هيدا احد من حلين هيدا حل 32 والحل الاول يمكن ما بعرف ازا فخامة الرئيس هو بدي يحله انه ياخد الوزير الوزير من العقد السنية ايه انه يصف من حصته ياخده من حصته يعني هلأ ازا سقطت الحل طبعا الرئيس الجمهورية بيصف في 32 32 رافضينه كتير فرقاء هلأ لا لان 32 بيعطيك لنقول ثلث معطل لأحد الفرقاء وما بدون يعطوا اي فريق ثلث معطل بدنا نرجعنا ندور حول الموضوع اه طبعا يعني من يتحكم بالقرار الحكومي حتى نوضحها هيك ايه انه ثلث معطل من يتحكم بالقرار الحكومي لذلك اه يعني بعدنا بمرحلة المفاوضات ما بعتقدة 32 هي حل بيقبل في رئيس الحكومي او مش رئيس الحكومي يمكن رئيس الحكومي هو اخدها بصدره بس في كتير فرقاء احتمين ورا رئيس الحكومي لحتى يرفضوا هالحل نعم يعني طبعا موضوع توزير النواب السنة كان في موقف للرئيس الحريري هلأ في كلام اليوم انه في حال رئيس الجمهورية كان منحصته بده يكون ايضا اسم يعني ما بيستفز حدا يعني بعدنا عم نبحث ما بيهمه الاسم بادر ما بيهمه انه ما يكون منحصته المبدأ والمبدأ ايه المبدأ ما بدويا منحصته منحصة الرئيس الجمهورية او منحصة حزب الله مثل ما صار مع الرئيس نجيب مئاته ما عندو مشكيل بس انه منحصته هو هيدا هو الرافض الدعوة انه ضروري تشكيل حكومي باسرع وقت ممكن وبعدو مجلس المطار الموارنة مبارح رجع اكعد على الموقف انه ولو كان البترك الراعي اكيد على اكتر اه في خطورة بالداخل ومن فجأة من شهر للتاني لبعده السلمين دقلك شو حاكم مصرف لبنان استاذ رياض سلامي اخذ القصة بصدره من سنين وسنين وسنين لحاله قدي في كفة دقلك شو حاكم المصرف بالولايات المتحدة الامريكية مثلا لانه مؤتمن على المال العام ممنوع يكون هو رئيس الجمهورية في مكان ما ممنوع طالما هو حاكم المصرف وهديك رئيس الجمهورية ممنوع يلتقوا ممنوع يحكوا ممنوع ممنوع لا لان هيدا مسؤول عن شيء بالدولة يعني وماليتها وهديك غير شيء بقى احنا كلمة دايقنا بدنا نركض لعند الرياض سلامي مع حفظ الالقاء مبارح هيدا ما بقاتنا دولة مبارح التقال رئيس بره ورجع اجتماع مع الوزير الخليل شوفك بدنا نلاقي حل نصيب الوعين فيها بدنا نروحوا لعندو ما نعمل خطة على حساب اي خطة خطة مالية على حساب المال العام وعلى حساب المصرف المركز عفا وحساب اموال الناس طيب لا القصص ما هيك بتبلغ شو الحل ما عندك حل حل في حلول كتير تبه هلا ازا بتقرب الموازنة معلش ما بدا خليه هلا عكل حل في كتير حلولة اول شي بدك توقف الهدر والفساد موازنة الدولة ازا بتروح بتفوت على الموازنة وبتشوف شو موزعين المال هانو 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 ما في ضرورة لالو بتقولي خيلال ليش هيك مبارك كي بدك توقفه لعميد بدك حكومة تشتغل بدك قرار سياسة بدك صلاحيات بدك لا ولا ولا اللي بيعمل الموازنة هي الحكومة مظبوط ولا لا بدك حكومة او لا حكومة كاملة كاملة الاوصال انا عم بحكي بالاساس هالحكومات اللي اجت بالاساس متعاقبة ولا واحدة اجت بدي قالت بدي حل المشكلة الاساسية اللي هو الاقتصاد والمال ولا واحدة كله اخدوا نسخة عما قبله وبلشوا يعملوا موازناته انا بالفساد ازا بعطيك مثلا هدي كل مرة قالوا الوزير علي خليل قال انه قررت الحكومة هايدي انه ممنوع بالالفان وثمنتعش توظيف بتاعر بالالفان وثمنتعش قديش توظف بلبنان خمسة الاف لبناني فيتوا على وظائف الدولة شو خمسة الاف لبناني عارف شو معناتها يعني في محلات شاغرة وفي محلات متخمة لا 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 يسمحولنا بالشغور لا في محلات فيها تخمة في محلات بحاجة ينقل من التخمة الى الشغور هون الاصلاح وتوظيم الادارة ما بدوا يحل المشكل بالزمان بالستة وسبعين لما فرطت الدولة جيبوا معالمين على الميكانيك صاروا يشتغلوا بالميكانيك لان الميكانيك كان بحاجة تركوا هاو ديك التعليم وقجوا اشتغلوا هلا اليوم انت اذا بدك تحل المشكل بدي استراتيجية هاي بدي ادارة بدي الدولة هي تقول بدي اعمل هات وبعدين ما الدولة عم تاكل من حالة عم يكلوا عم يكلوا بعضة لا لا انه الوقت اللي بيقلك وزير المال انه خمس تلاف توظفوا السنة وخلافا للانون شو معنى انت ايا دولة انت راي رايح تدمر الدولة بهاو دي الخمس تلاف ما بدي زيون حرام معقول يروحوا عميد يبرموا على بعد ما عطوا الناس السلسلة يروحوا يجوع فكروا بالسلسلة يعني نشلحوا نرجع نوقف مفعيلة ومتل ما عم تقول حضرتك هو بمكان اخر الشغل يعني باي منطق عم يحكوش الناس اساسا مين ميهتم للناس يعني متل ما اليوم اخر هم من العالم بك سلحهم مصرياتهم ترجعوا كمان مؤسف ايه انه لا ما عم نفكر كدولة لو عم نفكر كدولة ما منعمل هالغلطات خمس تلاف موظف فاتوا على الادارة ودولة رايحة يمكن صوب الافلس والانهيار لا سمح الله انا اكيد ما في منهم ولا واحد من القوات اللبنانية لأن احنا بها المجال ما عن جد هل بتلاقي احد ارد عليك لا يقولوا قدل بالدنيا انا عم بقول على الاعلام بقى لذلك الدولة بدا هي تحصم امرها كثلاثين وزير على فرد قلبه رب بكون اكيد بتنحل المشكلة بس اذا كل واحد وزير جاي وصالي على اللي قباله بده يشد ايه وبده يشد لعنده لوزارته وما بعرف شو بدا في برد بده يشد يعني مش عنا وزارة نحن عنا تلاتين دكتاتور تلاتين وزيري يعني تلاتين دكتاتور كل واحد بيقلك انا وزارتي بخالف القانون مع الاصرار والتأكيد لك يخي اي اصرار والتأكيد ضد القانون بيروحوا بيشتغلو وبينفذولو يا عميد القانون هذا اللي ماشي ما بيسوى يعني هذا هو الماشي طيب هذا اللي ياخذك على المهوار اوكي واذا ما بدك توقف انت رايح على المهوار منوقف الاول منشكل الحكومة اول شي منشكل الحكومة ومناخد قرار سياسي وتاني شي منوقف منوقف الاصرار والتأكيد وتالت شي من منعمل منبلش بالاصلاح منشوف وان بدنا نلملم مصريات الدولية اللي عم بيروحوا هدر تالت شي بدنا نعمل مراقبة على عمل الوزارات وعمل الوزارات كمجلس نواب عبدالله بعد اربع سنين عندك انتخابات روء اعمال او اذا كان او اذا كل واحد بده يفكر بالانتخابات هذه المهوار اللي فيتين فيه رح يكبر اكتر ورح نروح ونقع بالمهوار خلص وقت البريك على كل حال نتابع الحوار بما تبقى لدينا بعد هذا الاستراحة